اشتركوا في القناة للجهود المخلصة التي تقوم بها شؤون الجمارك وما تنهض به من مسؤوليات أمنية وكذلك تسهيل حركة المسافرين وتطوير التجارة ودعم النمو الاقتصادي متمن أن معالي ما تتمتع به جمارك البحرين من كفاءة وانضباط وأداء جمرقي رفيع ينسجم مع استراتيجية شؤون الجمارك للعوام 2017-2020 وأشار معالي الوزير إلى أن مواصلة عملية التطوير في الجمارك وتنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية يعكس الجدية في الارتقاء بالأداء وتحقيق الأهداف المرجوة معربا عن شكره لرئيس الجمارك على ما يقوم به من جهود طيبة في رفع مستوى الجمارك وتطوير الكفاءة التدريبية على كافة المستويات وخلال الاحتفال الذي يقيم تحت شعار بيئة عمل آمنة للتنمية الاقتصادية ألقى معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك كلمة تخلى لها عرض مرئي حول إنجازات شؤون الجمارك حيث أعرب عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على دعمه ومساندته لشؤون الجمارك موضحا أن هذا الاحتفال يأتي بعد عام من تجشين استراتيجية شؤون الجمارك للعوام 2017-2020 وقد بلغت نسبة الإنجاز في الأهداف الثلاثة الاستراتيجية بشكل إجمالي كرنة بعام 2016 لتصل إلى أعلى مستوى إيرادات جمركية منذ انتقال تبعية شؤون الجمارك إلى وزارة الداخلية كما أشار إلى أنه على مستوى تخليص الشاحنات الواردة والصادرة للبضائع على جسر الملك فهد فقد بلغ عدد الشاحنات الواردة 198486 شاحنة بمعدل 544 شاحنة يوميا بزمن عبور أقل من 6 ساعات بلغ عدد الشاحنات الصادرة 206446 شاحنة بمعدل 566 شاحنة يوميا بزمن عبور بمعدل 10 ساعات لزمن العبور وتضمن الاحتفال عرض فيلم تعريفي حول الزارات الكتيبات الجمركية الدليل الإجراءات المشغلة الاقتصادي توثيق وأساسية قسم تراخيص المخلصين والأفراد وكتيب مهارات التحليل وقد قام معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الجهات ذات العلاقة بعمل شؤون الجمارك بالإضافة بجانب عدد من ضباط وضباط الصفة المتميزين وكذلك المساهمين في إعداد الكتيبات الجمركية حيث أشاد معالي الوزير بجهودهم متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن خطوات واسعة خطتها شؤون الجمارك في مجال تطوير خدماتها وتحديث إجراءاتها مستندة في ذلك إلى الاستراتيجية التي أطلقتها للأعوام 2017-2020 والتي تأتي منسجمة مع تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة اليوم نحتفل بيوم الجمارك العالمي ومثلها اليوم في السنة الماضية لكي استراتيجية شؤون الجمارك 2017-2020 الحمد لله بفضل الله استطاعنا من إنجاز 33% من مراحل استراتيجية في الأهداف الثلاث تنقسم الإنجازات على الثلاثة أهداف فيما يتعلق بالموارد البشرية من حيث الموارد التقنية وكذلك علاقاتنا مع شركائنا في العمل وهذا شيء نعتز فيه بشؤون الجمارك حيث نعمل مع الكثير من الأخوان الجمهور من حيث تنمية التجارة وتأمين الاقتصاد ويندرج هذا تحت الشعار لهذا العام أيضا وهو بيئة آمنة التنمية الاقتصادية ووفق استراتيجية شؤون الجمارك فإن مهمتها الرئيسية تقديم خدمات جمركية متميزة على المستوى الإقليمي بتيسير حركة السفر والتجارة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع كذلك أصبحت الرؤية المحدثة جمارك معززة للازدهار والأمن والنمو الاقتصادي تحتوي على ثلاثة أهداف رئيسية وكل هدف يحتوي على مبادرات هذه المبادرات تساعد على تحقيق هذه الهدف عندنا الهدف الأول اللي هو يختص بمراجعة سير العمل مراجعة جميع إجراءات العمل في شؤون الجمارك ابتداء من الإدارة إلى جميع المنافذ عندنا الهدف الاستراتيجي الثاني اللي هو مختص بالاكتفاء التام لجميع الموارد المادية الموجودة في الجمارك وجميع الموارد التكنولوجية والأتمتة وعندنا الهدف الاستراتيجي الثالث اللي هو يعني شراكة شؤون الجمارك مع جميع الشركاء الموجودين عندنا طبعا أكيد أننا نحن نطلع إلى أن هذه الخطة الاستراتيجية يتم تطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع وهذه الصراحة اللي أنا قاعدة أتشوفها وإن شاء الله بجهود جميع الأفراد اللي في شؤون الجمارك من بعد سنة كاملة من العمل على هذه الخطة تهدف شؤون الجمارك من خلال هذه الاستراتيجية إلى إزالة الحواجز وتبسيط الإجراءات من أجل رفع كفاءة وسرعة حركة انتقال البضائع والمسافرين بما يضمن تطوير العمل الجمركي وتقديم التسهيلات اللازمة وفي الوقت ذاته مراعاة المعايير الأمنية المطلوبة